بينضم إلينا عبر الهاتف نائب محمد أنور السادات تحياتي لحضرتك سيادة النائب أهلا بيكي صباح وخير إيه اللي وصل إلي يا فندم تحقات اللجنة التشريعية لا هو إلى الآن اللجنة التشريعية كانت استمعت إلي الأسبوع الماضي والمفروض أنها محددة معاد للقاء أعضاء اللجنة يعني أنا إلى الآن لم يتم دعوتي للاستماع إلي مرة أخرى وإن كنت أنا خاطبت اللجنة وطلبت منهم أنه هناك جديد ظهر في بعض من الإدعاءات المنسوبة إلي وأحب أن أنا أعرضه على أعضاء اللجنة لمدة دقائق معدودة لكن إلى الآن لم يصلني أي تأكيد بخصوص دعوتي مرة أخرى للاستماع لأقوالي طب أستأذن حضرتك سيادة النائب ممكن حضرتك تقولينا إيه هو الجديد بالفعل اللي حضرتك كنت حابب تعرضه على اللجنة الجديد هو أنه من ضمن الإدعاءات قيل أن أنا أرسلت شكوى للاتحاد البرلمان الدولي وده مسبت من واقع مضابط الجلسات وإن رئيس المجلس ردد أكتر من مرة في الجلسات العامة أن هناك نائب وكان يقصدني يعني أرسل شكوى للاتحاد البرلمان الدولي ثم كانت من ضمن الإدعاءات اللي وجهت إلي في التحقيات اللي تمت سواء في هيئة المكتب رئيس المجلس يعني أو في لجنة القيم فالاتحاد البرلمان الدولي أرسل خطاب واضح وبيقول أنه لم يصلوا أي شكوى من النائب محمد أنور السادات بخصوص أي شيء يتعلق بمجلس النواب المصري فده دليل واضح أن كل الإدعاءات دي لا أساس لها من الصحة من ضمن أدلة كثيرة يعني طيب سيادة النائب يعني خليني أقول حضرتك برضو ما بعض التداول اللي تقال بشأن حضرتك أن حضرتك طلبت من الدكتور أحمد فاتح سرور أن يعد منذكر الدفاع عن حضرتك وهو رفض يعني حقيقة هذا الأمر لا لا لم يحدث أنا اتصلت فعلا بالدكتور فاتح سرور مجرد أن أنا بستشيره يعني والرجل كان ودود وكان بكل مودة ومحبة وكان كلامه أنه ما يحدث داخل المجلس ده شأن المجلس أما أنا الآن أعمل محامي لما يكون فيه أمر يتعلق بيعني قضية أو اتهامات جنائية يعني يبقى ده ليه شأن آخر أما ما يتعلق بالمجلس فدي مسألة يعني هو يعني بعد عن العمل السياسي يعني بالمعنى وأنا طبعا احترمت ده لكن لم يحدث أنه لا رفض ولا حاجة الموضوع يعني على غير ما تردد تماما يعني طب سيادة النائب برضو يعني حضرتك كنت طلبت مجلس نوا بالإدلاء بكلام حضرتك أو يعني أمام النيابة العامة البعض اعتبر أن هذا يعتبر منورة سياسية تعليق حضرتك لا مش منورة ولا حاجة أنا غلبوني يعني أقول لهم نيابة عامة يبقى منورة تقولي مش يعني يعني الاتهامات اللي هم ادعوا علي بها دي اتهامات يعني وإن صحت فتمثل جرائم جنائية فأنا طلبت وفعلا تقدمت للمستشار النائب العام بطلب للتحقيق مع نفسي في الادعاءات اللي هم قالوا عليها عشان أبرق زمتي ويبقى معروف أن هذا الكلام كلام لا أساسة لهم من الصحة يعني أنا لو مش واثق من نفسي مش أروح أسلم نفسي للنيابة يعني إنما في جميع الأحوال هو في الحتة دي هم بيقولوا يعني أنه الإجراء التأديبي ما هو متعلق بالعضوية أو المجلس شيء والإجراء الجنائي شيء آخر أنا متفاحم ده بس أنا يعني كان الغرض والهدف هو ألا يتسرعه لأن أنا شايف يعني مكينة الادعاءات والاتهامات والحملة الشرسة اللي بتحدث في صحف وفضائيات بعينها معروف توجهاتها يعني شيء لا يصدقه عقل يعني مسألة فيها مبالغات وبدأ يجيب لك قصص وحكاوي من القرن الثمنتاشر والقرن التسعتاشر هو فيه يا جماعة فجأة كده يعني الدنيا القيامة قامت يعني إذا كان حد عنده حاجة ففي نيابة وفي قضاء وفي كسب غير مشروع وكل ده يعني يتم متح إنما هي عملية كلها تشويه وإصارة ويعني بلبلة للنواب وللرأي العام فيعني ده قدر وإحنا يعني أنا مستمري معاهم للنهاية لإني على قناعة إننا دوري كنائب يسمح لي بإننا أرائب أداء البرلمان وممارسة أعمال البرلمان زي ما بيسمح لي إننا أرائب دور الحكومة وممارسدها وده شيء طبيعي يعني إذا كان ده مش عاجب أو ده غير مطلوب تحت أي شعارات بيساء استخدامها الأمن القومي وكل ده كلام العالم كله عنده إرهاب بنشوفه في فرنسا في بلجيكا مش معنى كده إن الحياة وقفت لا المؤسسات بتشتغل وكل واحد بيقوم بدوره فللأسف يعني هي يعني مواجهة وأنا بالنسبة لي يعني شايف إنه الجميع مصخر أجهزة زي ما قلت لحضرتك وإعلام وحالة يعني الجميع مندخش من إنه فجأة يعني تبقى بهذا الشكل يعني طيب يعني على ذكر المواجهة وأيضا الحكومة سيادة النائب دكتورة غادة والي يعني اتهمت حضرتك ببعض الاتهامات وأرسلت بالفعل خطاب لمجلس النواب بتتهم إن جمعية حضرتك قد حصلت على دعم من الخارج حوالي 76 مليون دولار في عشر سنة جنيه جنيه تحديدا تعليق حضرتك كيف تعليقي إنه جواب الوزيرة أنا بشوف إنه يعني إشادة ووسام على صدري لما الوزيرة بعت جواب وده بناء على جواب من مجلس النواب يعني أنا حتى كنت متساءل إيه المناسبة الجمعية ما هياش محل لاتهام ولا تساؤل إنما إيه المناسبة إن رئيس مجلس النواب يبعت لها جواب من عشر تيام ويسألها على ما تقاضته الجمعية كنت أحب زي ما عملت في بيان ربيت إنه يسألها على أهم خمسين أو مئة جمعية تتلقى منح بالقانون يعني وتحت إشراف الدولة كان مش هيلاقي منهم جمعية استداد يعني اللي هي بتتهم يعني لو في أعلى مئة جمعية طب سيادة النواب خليني أسأل حضرتك سؤال قبل ما نخرج من هذا النطاق في نواب تانية عندهم جمعيات بالفعل أكتر من مئتين نائب ونائبة في مجلس النواب لديهم جمعيات طيب خليني برضو أسأل حضرتك يعني هل مجلس النواب يعني استعلم عن هذه الجمعيات يعني اللي بيمسكها نوابهم ولا حضرتك بس يا فن لا أنا بس الجواب واضح يخصني أنا وفي هذا التوقيت عشان برضو عملية التشهير لكن بقول الجواب الجمعية كان جواب أنا بشوفه جواب رائع لأنه بيقول إن الجمعية لا تتلقى منح إلا بموافقة الأجهزة الأمنية والوزارة ولا يوافق لها إلا إذا كان هناك مراجعة قانونية وفنية ومالية وإدارية معنا كده إن الجمعية جمعية دعمل تحت أعين الدولة وإشرافها يعني مسألة ثم كمان المبلغ اللي تم تحديده 76 مليونة 76 ده بيتتكلم على حوالي 10 سنوات على 10 سنوات آه إنما لا خلينا في الأهم طلع كمان إنه من 76 ليه؟ لأنه من داخل 76 في بعض منح تم إلغاءها الممولين يعني لما تأخرت الموافقات لهوها دي حوالي 19 مليون فيبقى إحنا بنتكلم على حاجة وخمسين وكمان في منح داخلية من السندوق الاجتماعي يعني كلام لا يصح ولا يليق إنما هو المقصود بالتشويش وكأن هي الجمعية الوحيدة أنا بقول لهم كنت أفضل إنهم يبعثوا أعلى مئة جمعية بتتلقى منح مش هيلاقوا منها الجمعية حاجة حاجة يعني إنما زي ما قلتلك هي إيه؟ أنت عارفة ما يكون الناس عاملين عليك حفلة هم عاملين حفلة الآن يحدث بالضبط عشوائية كما حدث في موضوع الكفاتريات خلييني أسأل حضرتك سؤال يا فان طاخ كسر طاخ نجدش هم برضو نزلين كده لكن لنا الله يعني إحنا مفيش مشتلة يعني بنواجه وبنوضح لأن في النهاية الرأي العام مهم إنه يبعى عارف الحقيقة وإيه اللي فجأة كده يعني خلى كل الناس دي تتكتل عليك بهذا الشكل اللي سابوا مشاكل الناس وهموم الناس ومظلمهم واللي إحنا بنحاول نعمله كمجل طيب سيادة النايب خليني أسأل حضرتك سؤالي الأخير تتوقع إسقط عضوية حضرتك إمتى؟ إمبارح يعني إذا كان على إمتى إمبارح لكن ما زال عندي أمل إنه بعض من النواب عندهم ضمير وهيقولوا كلمة حق وربما نشهد مفاجهات إن شاء الله يا فندم سيادة النائب محمد أنور تسداد كل الشكر لحضرتك